نعم أستاذ فقط بما أنك انت قلت لا باش نفهم الأمر حاليا لازم نولي ولا نرجع للتاريخ يعني إلا رجعنا إلى 2001 وإحنا يعني رانا في ذكرة رابع الأمزيغي رابع الأسود 20 أبريل اليوم رانا 18 أبريل يعني بقالنا يومين على الذكرة كيفاش إذا قدرنا نقارنه بين تعامل التلفزيون الجزائري في 2001 مع رابع الأسود وما يقوم به به تلفزيون الجزائري إذا تتحدثين عن تلفزيون العمومي العمومي نعم أنا أعتقد أول شيء لا بد من فتح نقاش فعلي عن كل المنظومة الإعلامية ونعتقد أن المنظومة الإعلامية الخاصة هي منظومة غارقة في الفساد وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول المنظومة الإعلامية الخاصة غارقة في الفساد والمنظومة الإعلامية العمومية فيها الكثير من قضايا الفساد لأنه فيه سوء تسيير القنوات العمومية والإعلام العمومي سواء صحافة مكتوبة أو إذاعة أو تلفزيون لا بد أن نفتح نقاش فعلي حول تسير هذه القنوات وحتى حول المسائل المرتبطة لأن هذه المنظومة الإعلامية هي منظومة تسيرها دوائر حولت الإعلام العمومي إلى إدارة تمارس الدعاية لصالح السلطة ولذلك لكي نذكر فقط المسألة القيم الإخبارية في القنوات الإدارية وتلفزيونية يتم ملاحظتها من خلال ترتيب الأخبار نبدأ بفخامة الرئيس وأنا أكرر كلمة فخامة لأنه فرض على الصحفيين استخدام كلمة الفخامة لغم أن الجزائرين لم يكنوا يستعملون هذا لأن علاقة الجزائرين برؤسائهم ليست علاقة رعية مع حاكم نحن مواطنين لسنا رعاية لا يهمنا إذن الرئيس ثم الرئيسي الغرفتين ثم الوزير الأول ثم بعض الوزراء ثم باقي الناس والمعارضة كانت مغلقة عليها الإعلام العمومي والإعلام العمومي للأسف الشديد مع الأحداث منذ البداية أولا هناك أولا مقاطعة شاملة للشارع ثم في مرحلات تانية بعدما تطورت الأمور وأصبحنا حديث كل الإعلام الدولي أصبح تلفزيونية تحدث عن مطالبة الجزائريين بإصلاحات عميقة إلى آخره وطولة الحكاية هذه ثم فتحت البراطوهات التلفزيونية ولكن فتحت على البعض بمعنى فتحت على كل الأطراف التي تعيد إنتاج منظومة السلطة وورقة طريق السلطة المرتبطة بالندوى والتمديد والحكاية هذه كلها ثم تم فتح التلفزيون وأعيد غلقه منذ يومين الهدف هو فرض ورقة الطريق التي يتم الحديث عنها اليوم ولكن ما ألاحظه أن النضال النقابي أو النضال الصحفيين في الإذاعة بدأ يعطي ثماره وأنا أشعر بأنه فيه نبرة حرية على الأقل في قناتين إذاعيتين لن أسميها حتى لا أتهم بأي شيء أكثر من قناة الإذاعية الأخرى فيه استماع أكثر لبرامج يحضرها شباب وفيه أقل توجيه لهذا ولكن الإعلام العمومي في حاجة إلى إصلاح أساسي لأن الإعلام العمومي هو الضامن للخدمة العمومية الحق المواطنة في الإعلام لأنه إعلام ممول من المال العام تخبرك بالفرق بين 2001 و2019 ما جوبنيش على السؤال أوكي بالنسبة لـ 2001 أعتقد أنه 2001 والإحداث الكارثية التاريخ يجب وأعتقد أنه حان الوقت أعتقد أنه لابد من فتح هذا الملف يوم ما فيما يتعلق فيما حدث بالضبط في إحداث الرابع الأسود وأنا يشدني كثيرا التغطية التليفزيونية العمومية مثلا لمسيرة 14 جوان 2001 تغطية مسيرة 14 جوان 2001 في العاصمة لو كنا في دولة تمارس الضبطة الإعلام وفيها أخلاقيات المهنة لو أدعى مدير تليفزيون في ذلك اليوم السجن لأن وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول لأن تغطية هذه القناة التليفزيونية العمومية لمسيرة 14 جوان كانت تعطينا هذه الرسالة دخل مواطنون غوزات غاز العاصمة وجاءوا سكان العاصمة لإنقاذ العاصمة من هذه الغوزات وأعتقد تلك التغطية الإعلاء تليفزيونية ستحت شرخا كبيرا في النسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري ولولا وعي الجزائريين الذي أنا أتحمل ما أقول كذلك الجزائريين والجزائريات أكثر وعيا من النخب التي تحكمهم وأكثر وعيا من هذه النخب الثقافية والإعلامية بين قوسين التي تخدم السلطة ولا تنتج الثقافة ترجمة نانسي قنقر